الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا أموابات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيي أنه حياة طيبة ولنجزي أنهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون هذه الآية المباركة من سورة النحل يذكر فيها ربنا تبارك وتعالى سبل الحياة الطيبة في الدنيا وفي الآخرة فقال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى لأن العمل الصالح يشترك فيه الذكر والأنثى بل الأنثى قد تفوق الذكر في الأعمال الصالحة كما قال الله تعالى لمريم عليها السلام وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم مقنطي لربك وأسجدي واركعي مع الراكعين إذن العمل الصالح مطلوب من الذكر ومن الأنثى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن أولا العمل الصالح ما بيكون صالح إلا إذا كان خالصا لله تعالى ليس فيه شوائب الشرك بالله وكان على سنة النبي عليه الصلاة والسلام فإذا توفرت فيه الشرطين ذلك يكون العمل صالحا ما يكون معه شرك لأن الشرك يفسد العمل كما قال الله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون الشرك يفسد العمل إذلك مهما عملت من الأعمال وأنت مشرك فإن الله تعالى لا يقبل هذا العمل يوم القيامة قال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعماله الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنونه صنعا وقال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل شوفت في عمل فجعلناه هباء منثورا ربنا جعل هذا العمل هباء منثور كما قال الله تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبوا الضمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب فقال تعالى والذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف العمل ما يقبل إذا خلط معه الشرك لذلك نهى الله تعالى أن يخلط الشرك مع الإيمان قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا يعني لم يخلطوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون والشرك بل مختصر كذا لو دار تعرفوا بنشروا الصوفية دل الشرك بنشروا الصوفية يعني ما تسمع كلمة شرك ويخطر على بالك يخطر على بالك إن الشرك دناس بلاهب وبجهل بس دل لا لا ما دل ما دل برهم الليلة الصوفية تخصصوا في نشر الشرك بالله عز وجل وكلام كتبوا في الكتب والكتب مسطرة وموجودة وإنك روحة محمد المنتصر اللي جارك كداعية من دعاة الشرك فاق إبليس في هذه الدعوة إبليس الكلام اللي يقوله محمد المنتصر هذا الإجارك إبليس ما قال به محمد المنتصر يقول الأولياء بيخلقه هل دي قال إبليس إبليس ما قال إنه ممكن زول يخلق رب إبليس قال يا ربنا قال ربي خلقتني من نار وخلقته من طين إبليس عارف إنه أضل بيخلق ماذا المنتصر قال الأولياء بيخلقه عادي قال كونه تقول مدد يا سيدي فلان ما فيها حاجة قال قال ما فيها حاجة عادي وده يا وشي ركزاته مدد كيف يا زول لا يطلب المدد إلا من الله تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان المدد يطلب من الله لكن هذا الرجل يدعو الناس صراحا أن يعبدوا غير الله تبارك وتعالى والكلامنا ماذا سيوزاته وكلامنا اللي نحن نتكلم في الحلقات دي بيصالوا وبيسمعوا بأعظانه بشوفوا بغينه جاء أول مبارح في الإزاعة بتاعتم درمان بيتكلم الصباح بذري وهذه الإزاعة إزاعة فاشلة جدا ونحن نوجه لها رسالة من هذا المنبر وهي تسمعنا بإذن الله زجل بيسمعونا نوجه لهم رسالة نقول لهم اتقوا الله تبارك وتعالى فإن الله سائلكم سائلكم ربنا بيسألكم يوم القيامة ليه تفتح الباب ليسوا اللي زل زيتاه تقال أن هذا عنده دين تفتح له الباب ويجيخ solely ويقول الأولياء الذجنا الأولياء بطير الأولياء بيغضق الأولياء بينفع الأولياء بطر تفتح الباب ليسوا اللزيتاه الله ربنا يسألك يوم القيامة يا أبتعون درمان والنينا نزرك كما قال تعالى ولنسألن الذين أرسل إليهم ولا نسأل أن المرسلين يا باب اللي زعب يتكلم بأصل لعقيدة الحلول والاتحاد الحلول والاتحاد يسمون لك الفناء يقول لك العبد يفنى في ذات الله فيصير العبد إلها والإله عبدا زي العقيدة بتاعتي بن عربي الصوفي الكام بيقول يا من أنا هو وهو أنا نحن روحان حللنا بدنا أما دا منتصرا لزيرك في اللساعة يؤصل لهذه العقيدة وقال دا كلام الناس ما بيفهمه طيب وقد ما بيفهمه إنت بتقوله ما لك هو كلام الله مفهوم كلام الناس سأسلم مفهوم واضح ولا ما واضح رسول قال تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغوا عنها إلا هالك قال الكلام دا الناس ما بيفهمه والكتب بتعاتي بن عربي ما كل الناس بيفهمه عشان كذا بيقال بيطلعوا زنديق وبيطلعوا كافر بيطلعوا شنو يا ذو الهبراء وطلع نفسه في نهاية البرنامج قال أنا قال أناشط السلطات قال إنها توقف الحلقات بتاعت الصبية اللي بيتكلموا في الأسواق قال دا محمد المنتصر لزيرك معنات الحلقات دي قاعد يسمعها ودق له في رأسه حمل له زن في رأسه والحلقات ما بتقيف بإذن الله عز وجل جوة عينك يا حمد المنتصر جوة عينك الحلقات ما بتقيف ها إن تصلوا عندك حجة ما تقول لها ناشط السلطات إن تتعالى نزل معنا الميدان تناشط السلطات السلطات ما عارفة يعني نحن شغالين في في الكوكب المريخ السلطات عارفة يا ذول وبتعهم الديانة تصريح وقال لنا تكلموا زي ما دايرين يجي محمد المنتصر يقول لا بد السلطات أن توقف هؤلاء الصبية صبية كيف يعني ها تقال الكلام دا بيحلك زي ما قالوا قوم إبراهيم لما كسر الأصنام بتاعتهم قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يعني ولد صغير نفس الكلام بتاعة محمد المنتصر قالوا سمعنا فتى يذكرهم بيتكلم في أبواتنا الشيوخ يقال له إبراهيم هل الشغل دي حلة ما حلة الله يتقول شفع تقول ما شفع ما بتحل لك أحمد المنتصر الحلقة دي قصة في حلقك وفي حلق جميع صوفية أصو ما بحل لك تبقى أنت بس لو أنت لو رائج الجد جد تعال أنزل مناظرات تعال أنزل مناظرات افتحوا لك أيها زول لا فاتحوا لها الغنوات فاتحوا لها الزهات نحن بس حلقاتنا البسيطة دي عمل له عمل له زوبعة في رأسه إذا فتحوا لك الغنوات فتحوا لك الإزاعات الحلقة دي عمل لك عمل لك هوس بعدين أنا لا أحسى ملاحظة هذا الرجل ما يحذر أبدا لا من إزاعة البصيرة ولا من إزاعة ولا من قناة نور ولا من القنوات بتاعت الأنصار الصنة ما حصل سمحت محمد المنتصر الذي ذلك قال أنا أحذر الناس من إزاعة البصيرة وأنا أناشط السلطات إنه يوقفوا غناة نور تسميها تلعوا كلام زي دا ما لا أقانا ليه السبب شنو لأنه كلهم في الهوى سوا ما ديك ما أقانين يحب شو شوف الصوفية شوف الصوفي الصوفي إنت كونك عندك ديجن جلا بيتك قصيرة هو قد يكون ما عنده معك مشكلة كبيرة كده ممكن يتعايش معك عادي الصوفي في الجامع يسلم عليك ممكن يجيك في البيت عادي ويسلم عليك ويقول أخش معك ويضحك ما أنت لسا ما هبشت في الجريح بيعيش معك عادي عرفتها لكن يومك يومك التقوم وتقول لأولي ما بيت دجنة وما بينفع ولا بدره بعد ذا ثوالي بيربط لك يقول لك أيها الله أنا ما كنت قايل لك كده ما كنت قايل لك كده كنت قايل لك كيف صوفي أنا أصلا كده لكن إنت بس ما شهد لأنا أسمى لك لكن صيح والكلام دا قالوا لنا يا صالح عليه السلام قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا هذا دا شنو يعني قبال كده إنت والله كنت فينا يعني زول فيه خير وكنا نرجو منك الخير قبل هذا دي تعارف قبل هذا دا شنو أعلم من قال لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قال لهم كده ربنا قال وإلى ثمودا أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره مما قال لهم كده قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا كنت فينا ذول كويس والله بس يومك لقدت الكلام دا انت بعد دا فينا ما مرجوا بعد دا تاني فينا ما مرجوا عرفتها شاكدها ما بيحذر لن القنوات دي قناة الاستجابة إزاعة البصيرة هوس كلها مقضلنا لك تحنية ما تعرف منه شبسي بس شطة شبسي بدوش شطة شطة تقطع مصارينك إنت هذول فتح لقى الغناء شان تقول شبسي بس شطة والله إعلانات للشبسي في إزاعة أنصار السنة يا ناس محمد المنتصر اللي زيرك يدعو للشرك صراحة وهؤلاء يدعو للشبس صراحة هل يستوياني مثلا ديال اخواننا ديال ما بفهموا والله أفتح لزاعة كلامي دا لو ما لقيته أم شفت حزاعة البصيرة شبسي بشطة شبسي بدون شطة ما تعرف طهنية يا دول يا دول الله فتح والله يا ربنا يسألكم والله يسألكم ما لك ما لشبس يا دول إنت ما لك ما لشبس يا أخونا الشعب السوداني ما أكل زادوا خليك من شبس المشكلة جنو يعني ها كي يتعامل العكين دا كله شغل بتاعه وما بيتكلموا في العقدة أبدا ما تنتظر من الناس في الخير إطلاقا ما تنتظر منهم خير والله في إنت فشوف الشرك البدعولة الصوفية دا بيحبط العمل لذلك إنت لو دائر عملك يكون صالح ما يكون معاه شركي بالله عز وجل شان تنجوه من عمل صالحا إن ذكر أو أنثى وهو شنوه وهو مؤمن وهو مؤمن مش وهو مشرك لا وهو مؤمن هل بيحسن شنوه فلنحينه حياة طيبة في الدنيا والله ربنا يرفعك والله ربنا لما رفعك بالتوحيد والله ما بتترفع تاني والله الذي لا إله إلا هو في الدنيا والله ربنا يرفعك بل إيمان والعمل الصالح وربنا يجعلك محبب في قلوب الناس زي ما ربنا قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودهى ربنا بيجعلك محبب في قلوب الناس في قلوب المؤمنين لكن مهما شفت تقعد تلبس عبايات وتلف عمّة وخالت شالية بهينة وممسح وجسمك نظيف وضربك المكيف وخاشي ومارك مهما سويت لو ما رفعت راسك بالتوحيد تأكد تماما إنك زول ثليل وحقير والله الذي لا إله إلا هو شغلانة ما شغلانة عمّة وشالية ملفوفة وعبايات لا شغل ماكي ده زول شغل ده ده واضحة تتكلم للنازي صوفية الآن ينشر الباطل ليل نهار طالما ينشر الباطل ليل نهار إنت تتكلم ليل نهار كما تكلم من قبل نوح عليه السلام قال إني دعوت قومي ليلا ونهارا بالليل والنهار فلم يزدهم دعائي إلا فرارا إنت عارف كان بفر من نوح الليلة كان فر منك أنصار السنة يقول لك ليس لك حكمة ما هكذا ولو كنت فضا قليز القلب لن فضه من حولك بالله لا يعني ها سنوحدة عليه السلام إن فضوا من حوله هل هو كان فض غليز الغلب يعني ستعلم أنه النادي المعاب فهم القرآن ذاته ولا ما انفضوا من حوله الرسول عليه الصلاة والسلام إن فضوا منه قال الله تعالى فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورا ربنا قال فما للذين كفروا من الهين غيروا نطوا اتنين بينا اتخارجوا ونطوا ثلاثة بي جاي ومشوا والقاعدين أظنهم بتحك حكم يا ناس ما لكم في شنو في شنو يعني اللي حاصل شنو ذاك إن ذا هو الشغل الشغل قديم فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم كلما شوف كلما تدل على الاستمرارية نوع عليه السلام كان بتكلم طوال ما قوم تسعمائة وخمسين سنة بتكلم كلام واضح وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم لتغفر لهم بيعملوا شنو جعلوا أصابعهم في آذانهم ما دارين يسمعوا صوتهم واستغشوا فيهم ولا دارين يشوفوا صورته وأثروا واستكبروا استكبارا شوفت فالعمل الصالح بيرفعك في الدنيا فلنحيينه حياة طيبة والله ربنا يرهيك حياة طيبة وما تفتكر الحياة الطيبة دي يعني بكثرة الأموال وكثرة البنين انت قد تكون ما عندك والله حاجة التامية ممكن ما يكون عندك لكن تكون مرتاح عايش حياة طيبة سعيد في قلبك سعيد بيسبب شنو بيسبب الإيمان والعمل الصالح وشوف المقابل ربنا قال فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشر يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى فسعادة الدنيا والآخرة بالتوحيد بالتوحيد والعمل الصالح من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا طيب الآخرة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون بعدين شوف أهل التوحيد ديلا أحسن ناس والله صوفية ديلا مش بيتبجعوا والله ديلا أكعب الخلق والله شاكد ربنا قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية أحسن الخلق الناس الموحدين أما الناس البدعو الناس الشرك زي حميدة البعجاء له ربنا قال أولئك كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا زي البهايم والله زي البهايم ليه لأنهم ما قضروا الله حق غدري لأنهم ما قضروا الله حق غدري أسعد الناس أهل التوحيد ويوم القيامة ربنا قال لنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون يوم القيامة زي ما ربنا قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوسي نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا وزي ما ربنا قال قد أفلها المؤمنون إلى أن قال الله تعالى أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوسة هم فيها خالدون ديالي يا أخي ديال فعلا هم لو صحت العبارة ديالي هم المفروض يقولوا عليهم أهل الله عز وجل أما يجيقوا أعسوفي مصلبت نحن أهل الله نحن أحباب المصفى نحن أحباب الرسول كذب أنت كذب ولو كنت بتحبه ده حب من طرف واحد ساكن والله بتحبه بيشنو ربنا قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم هل الناس ديال بيحب الرسول يا دول ديال خدت لك الشيوخ فوق الرسول ذاته قال لك مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي فاهم الكلام ده مقام النبوة النبوة محلها وين قال لك في برزخ فوق الرسول وتحض منه تحت الولي يعني الصوفية عندهم البرعي والكباشي والصائن ديما ديال فوق الرسول وفوق الأنبيا ذاته هل فتا شاكيدا ما البرعي قال شنو قال في الديوان تهرياض الجنة ونور الدجنة قال وروه حديثا صح عن مختارهم من غير واسطة البخاري ومسلمين الحديث دارين يجيبوها ما بجيبوها لك بان طريقة البخاري ومسلم شنو كده الصوفي الآن لما انتو يقول لها اخرجوا البخاري يقول لك اه بخاري شنو هذول احنا بنجيب طوالي من الرسول مباشرة بالحضرة يقول لك بنقابل الرسول المصطفى يجوه بالحضرة المصطفى الوهبية ديال قالوا من تعلق تميما فقد اشرك انت صحيح قلت كده يقول لهم لا 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 ما قلت ايوه معناة الوهبية الكذابين يا دار انت على كيفك اه على كيفك هو انت الرسول بيجيك انت يا صوفي الحميدة ده النبي صلى الله عليه وسلم يجي لي حميدة يخلي داك ناس بكة والمدينة يجيك في سوكسيتة هنا بتاع الحمامات يجيك انت في سوكسيتة يخلي بلده احب البلاد الى قلبه يخليه ويجي هنا سوكسيتة يقول لك الحضرة وما الحضرة ودي برضو يصل ليه محمد المنتصر الازيرك هذا الرجل الضل الذي فتحت له الاعلام لانه الاعلام اعلام جاهل ما بيعرف الحق وين وما بيعرف الباطل وين اذا وضح هذا الامر فلتعلموا جميعا انه الانسان ما بينجو في الدنيا والاخرة الا بالتوحيد والعمل الصالح انا اكتفي بهذا القدر اقدم اخونا نبيل